توجهت رئيسة وزراء السربيا آن برنابيتش إلى مقر إقامة المستشار دكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب بالعاصمة السربية بيلجراد وذلك لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى السربيا والتي استغرقت يومين كما شهدت الزيارة نشاطا مكثف لرئيس مجلس النواب حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين في سربيا من بينهم رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء والنائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية كما شارك رئيس مجلس النواب في الاحتفالية التي أقيمت لتدشين شارع مصر بالعاصمة السربية بيلجراد